لهذه الأمور هي مقترعة حديثة في وقته لكنه سئل هل يجوز لنا أن نستعمل هذه الآلات لحديثة ولا لا نستعملها على سبيل المثال مثلا سيادتك سئل عن التصوير الفوتوغرافي وهو الشيخ مات سنة 36 يعني وكان مفتيا من الغيط يعني في العشرين الأولى من القرن العشرين فلما سئل عن التصوير الفوتوغرافي أجازه وأصل وكتب رسالة قويمة في تأصيل مشروعية التصوير الفوتوغرافي ده الكلام ده من إمتى من بداية القرن العشرين نبيل وما يعني اسمح لي يعني وإحنا في بداية القرن الواحد وعشرين يعني في سنة 2000 وشوية ما كان ما زال مطروحا هذا السؤال هذا السؤال عند البعض أيه وكان لما تستخدم التليفون كان بيحصل فيه يعني هاجس كده وخوف انت حتصور ده تصوير حرام ده احنا حسمناها حسمناها في الفتوى في بداية القرن العشرين مزبوط مزبوط نمر اتنين أنه سئل عن التليغراف اللي هي وصيلة الإرسال كانت جديدة في وقته كما العهد دائما في أن كل جديد يحتاج إلى أن تبزل الجهود في استيعابه وفهمه احنا كمصريين وكدار إفتاء مصرية وكولماء إفتاء فهمنا هذا الواقع في كل ما يستجده لو ضربنا أمثلة الآن في التفاصيل الحياة التي نحن نتعامل معها من خلال هذا العام الذي مضى عام 2021 ستستطيع أن تقول بأننا أيضا فهمنا هذا الواقع إما عن طريق اطلاعنا وعلمنا بهذه المسألة بتفاصيلها وإما أننا لا بد في كثير من القضايا أن نلجأ إلى أهل الاختصاص القضية التي توقفتم عنها العام الماضي واحتاجت منكم استخدام علماء أو خبرة علماء أو التعاطي مع علماء أهم القضايا أهم القضايا كانت الحقيقة وهي المطروحة دائما في قضية أولا مسجدات العصر وظروف الطريقة التي تطرأ علينا في مثلا في جائحة كورونا قبل الصوم هل سنصوم رمضان ولا لنصوم رمضان هل المساجد ستغلق ولا لا تغلق كل دي مسائل هذه مسائل التي عطينا فيها فتاوى كثيرة جدا لكن بعض الفتاوى في جائحة كورونا كنا لا يمكن أن نصدر الفتوى إلا تبعا لأهل العلم يعني الأطباء أولا يقولون قولهم ثم بعد ذلك نبني قول الطبيب هو فهم الواقع يعني أنا أفهم من خلاله من خلال كلام الطبيب أفهم هذا الواقع وإذا فهمت هذا الواقع الحكم يكون جاء مستقيما وصحيحا إذا اختل فهمي للواقع كمفتي فإنه بلا شك يحدث ذلك يحدث خللا في الفتوى أوزيحا ترجمة نانسي قنقر